اقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران مؤخرا على هدم سوري مسجد الفردوس في العاصمة صنعاء وفادت مصادر محلية ان الميليشيات الحوثي قامت بهدم سوري مسجد الفردوس في حي شعوب وسط العاصمة صنعاء والسطو على باحة المسجد والاعتداء عليها باعتبارها ارضا موقوفة للمسجد وكانت الميليشيات استولت في وقت سابق على مسجد الفردوس الذي يعد من اكبر مساجد صنعاء وحولته الى مقر لمسلحيها ومخزن للأسلحة كما احتلت توابع المسجد والغت مركزا لتحفيظ القرآن الكريم يتبع المسجد وفي ذات الصعيد ناشد الشيخ محمد عبدالوالي الشعراني مؤسس مسجد ومجمع الفردوس الخيري المنظمات ونشطاء حقوق الانسان والاعلامين والوجهاء والمصلين التصدي للممارسة ميليشيات الحوث وتحويل القضية الى قضية رأي عام ترجمة نانسي قنقر